وزارة المالية أكدت في توضيح لها أن تعديل السعر الصرفي سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر مستقبلا الوزارة أشارت إلى أن الحكومة ستعمل بالإضافة إلى البنك المركزي على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الإصلاح مؤكدة أن الحكومة ستعمل بشكل فوري على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة